في مقال للكاتب البريطاني الشهير روبرت فيسك قدمت صحيفة الانتبانتة البريطانية تقريرا حول ما قالت إنه شخصية من قلب التاريخي تقدم صورة مختلفة عن الإسلام وقدم فيسك أرضا لتاريخ أميري المسلم وهو الأمير عبدالقادر الجزائري الذي حارب الاحتلال الفرنسي للجزائر وشهد أعدائه قبل حلفائه بنساهاته وسماحته فيسك قال الأمير عبدالقادر نموذج للأمير المسلمي والشيخ الصوفي المحارب الشرس الذي حمى شعبه من عدوانية الغرب وحمى المسيحيين من عدوانية المسلمين ومن فرط عظمة الأمير عبدالقادر أصرت السلطات الجزائرية على إعادة عظامه إلى الجزائر من العاصمة السورية دمشق التي كان منفيا إليها ووفت المنية فيها يوم السادس والعشرين من أيار مايو عام ثلاثة وثمانين ولكن أبرز مواقفه النبيلة لم تكن في الجزائر بل كانت في منفاه بدمشق حيث نشبت عام الف وثمانمائة وستين حرب أهلية ووجد السكان المسيحيون أنفسهم محاصرين من قبل المهاشمين والذين كانوا حين ذاك يمارسون أعمال تشبه تلك التي يمارسها تنظيم داعش ولكن الأمير عبدالقادر أرسل حراسه الجزائريين الذين كانوا يحرصونه في دمشق لشق تاريخ رافقوا فيه أكثر من عشرين ألف مسيحيين حتى وصلوا إلى منطقات آمنة الاعتراف بجهود الأمير عبدالقادر الجزائري امتد إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي أطلقت اسمه على مدينة في ولاية آيوة في يونيو عام 1864 قرر مؤسس مدينة صغيرة في مقاطعة كريتون في ولاية آيوة الأمريكية تسميت مدينتهم بالقادر نسبة إلى الفارس الجزائري الأمير عبدالقادر الشاب الذي كان يقود آنذاك شعبه لمقاومة المستعمل الفرنسي وفي العصر الحديث وتكريما لهذا الرجل لأقامة الأمم المتحدة في جوناف معرضا لاكتشاف هذه القامة الإنسانية هو وصفته بأنه رائد القانون الإنساني والداعي إلى الحوار بين الديانات الذي أسست دولة الجزائرية الحديثة وقام بوضع أسس القانون الإنساني الدولي منذ عام 1837 وهذا حتى قبل ظهور أفكار هيري دينون مؤسس حركة الصليب الأحمر بل وحتى قبل إبراهيم معاهدة جينفالتي التي لم تكتمل إلا عام 1944